هاشم ابن عبد مناف هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني وله ثلاثة إخوان المطلب ونوفل وعبد شمس كان هاشم ذا قدر ومكانة في قومه وكان رجلا غنيا موسرا ولث من نبيه الشرف والسودة وهو أول من سن رحلتي الشتاء والصيف التي خلدها القرآن قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف واسمه عمر وإنما سمي هاشم لأنه هشم الثريد والخبز بمكة سنة المجاعة ولذلك قيل فيه عمر الذي هشم الثريد لقومه قوم بمكة مستنين عجافوا سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف وكان هاشم يتولى أمور السقاية والرفادة وإليه ينسب الهاشميون ذهب هاشم إلى المدينة ونزل على عمر بن لبيد الخزرج النجاري ورأى ابنته سلمة فأعجبت فخطبها من أبيها فزوجه إياها على شر أن لا تلد ولدا إلا في أهلها وبعد أن بنى بها هاشم ذهب إلى الشام وتحديدا في غزة ومات هناك ولذلك يقال لها غزة هاشم وكانت سلمة إمرأة ذات عقل وشرف في قومها وكانت في زمانها كخديجة رضي الله عنها في زمانها فولدت سلمة لهاشم عبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ولما ولد كان في رأسه شيبة فسموه شيبة وتفاءلوا بطول عمره وفعلا عمر ومات وهو قريب قريب المئة سنة ولذلك يقول حسار مثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن ولدنا من قريش عظيمها ولدنا نبي الخير من آل هاشم صلى الله عليه وسلم فحسان خزرجي من بدن النجار الذين هم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك أيضا كان من توفيق الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قدم مهاجرا من مكة إلى المدينة ودخل المدينة نزل على أخواله بن النجار حيث نزل في دار أبي أيوب الأنصار حيث كان يحب أن ينزل عليه الصلاة والسلام فماكث عبد المطلب بالمدينة سبع سنين ثم إن رجلا من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمدينة فإذا غلمان ينتظلون ويرمون يرمون شيئا بالسهام فكان شيبا إذا أصاب قال أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء فقال له الحارثي من أنت؟ قال أنا ابن هاشم بن عبد مناف فلما أتى الحارثي مكة ذهب إلى المطلب وهو أخو هاشم وأتاه بالحجر وقال له يا أبا الحارث هل تعلم أني وجدت ابن أخيك بيثرب ولا يحسن ترك مثله فذهب المطلب إلى المدينة ليأخذ شيبا ليعيش بين أعمامه بدلا من أخواله فلما وصل إلى المدينة سأل عنه فدل عليه واستأذن أمه في الذهاب به إلى مكة فوافقت فذهب به المطلب وكان قد أردفه خلفه فلما وصل إلى مكة ورأوهم أهل مكة قالوا هذا عبد المطلب فلم يكونوا يعرفون شيبا فذهبت عليه إسماء فهم يقصدون عبودية الرق والملك لا عبودية الطاعة والعبادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الإسم وقال مفتخرا يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وبعد أيها الأحبة هذا باختصار قصة هاشم وزواجه بسلمة وولادة شيبا وسبب تسميته بعبد المطلب آمل أن تكونوا قد استفدتم محنا في الأمان الله ترجمة نانسي قنقر